يا اعلم بحضراتكم مرة اخرى ضيف عزيز غالك على عادة الكابتن الكبير كابتن احمد ناجي مداري بحراس مرومة منتخابنا الوطني الاسبك وايضا النادي الاهلي كابتن احمد منور الدنيا وحشني ده انت وحشني كتير وابقى سعيد وانا جاي يعني في حلقتك انا اسعد اه والله وانا داخل بقول لزمالي في الاعداد بقول لهم ما تيجي نبدأ مع الكابتن احمد بطريقة تانية نعم انت يعني خلتني بقى القصيدة وكتبتها اه اصلاح دايما بنختم بيها فقلت ايه تما نبدأ بالحالة حلوة وبعد كده يخش في الحجاب بتاعت الكرة اللي دماتين دايما الواحد لما بيوصل لسن معين بالناس يقول ده كبر ده مش عارف ايه صح فانا حاسس عكس ده تمام ان انا حتى قعدتي مع ناس اه دلوقتي تحت التلاتين او فوق التلاتين يعني كابتن على عبدو وزيكة دول الصحابة دلوقتي دلي احنا اللي انا بقعد معهم ايوة اه يعني في التلاتينات يعني بلعبهم طولة؟ بلعبهم طولة وبنقض نضحك ونا هزر وحس ان انا صغر منهم يعني كده حلوة احسن اه كده حلوة فانا كنت كاتب بقى كده يعني كنت فاكر لما حكبر اني حنسى وانه حيجيلي زهايمر كنت فاكر لما حكبر اني حزهق واني مش حقدر افكر كنت فاكر لما حكبر حكون حزين والاسع عندي حيكتر كنت فاكر لما حكبر حيبقى دم تقيل وانا اللي كنت سكر كنت فاكر لما حكبر ان انا الحزن عندي والاسع عندي حيكتر واد يا عمره هو بيكبر لسه فاكر كل حاجة ويمكن اكتر واد يا عمره هو بيكبر بيقولولي يا عبقري يا بمخ عنبر واد يا عمره هو بيكبر عشت فرحه في الليالي الحلوة بصهر واد يا عمره هو بيكبر لسه برضو البهجة هي صنعته معرفش كشر كنت فاكر كنت فاكر انما ما حصلش حاجة ربك وقدر عظمة يا كابتان الحمد لله عظمة ربنا يسعدك ربنا يسعدك انا بس اسألك حاجة مهمة جد انا ودي واني الاخير الحلوة كديتوني انا على طول بقرى منه حاجات وانا بقرى بفكر الافكار دي بتجي لك زي تبقى حالة مثلا تبقى قاعد مثلا التفاصيل دي بتفرق معايا بتبقى قاعد فبجيب وراء وقلم بتكتب حاجات بتجي لك في خيالك ولا بيبقى عندك ساعة في اليوم مثلا بتكتب فيها بتكتب ازاي الافكار دي بتجي لك ازاي يعني انا دي مثلا لو انا سايق فاببص جنب كده لقيت واحد عجوز ومحني كده على الدريكسيون فيعني قلت انا يعني هوصل للمرحلة دي وبعدين مركز اول شاب عن نظر وضعيف وكده هو انا لما هكبر يعني حنسة ويجي لزهايمر والحاجات دي فبتبقى الفكرة من صورة بتشوفها ممكن انت قاعد مع اصحابك فهم في مرحلة عمرية معينة وانت في مرحلة تانية مثلا فبتجي لك فكرة ان انت ليه العمر ده مجرد رقم او ان انت ما انتش عايز تعيش الفترات بتاعة العمار دي طيب انا هقولك حاجة بشغلي مثلا جات ليه عايز اعمل فكرة تاني يوم في البرنامج فأنا نايم على السرير بالليل جات لي الفكرة دي ما بنامش اروح اقايم فتح اللابتوب بتاعي واعد اكتب الفكرة دي كلها ده بيحصل معاك انه في لحظتها بتكتب الدخول بتاعة الكلام وبعد كده يعني مثلا ايه بعد بصص لبنتي امينة شوية كده فاروح تكاتي بنتي الامر ذاته الله عندك مواصفاته الله الشعر ليل وحرير والنظرة فيها كتير الشعر ليل وحرير والنظرة فيها كتير والغمزات على الخدود هقولك ايه على العود زي الشجر مفروض والليل وحكاياته ده انت الامر ذاته يا واختك يا قوينة يعني كل البرات بيبقوا عايزين الاباهاب بتقوم يدلعوهم بس دول بياخدوا دلع خاص منك يعني حاجات كده زي كده فيه حاجات بقى يعني اللي بيحصل لي زي ما انت بتقول كده بيحصل لي في التدريب انا ممكن احلم بتدريب زي في سغورس كده مثلا اه يعني وحدة تدريب احلم بيها حصل لي كتير فتجيلك الفكرة تجيلي الفكرة اه وتجيلي بالشكل يعني اشوفها كأنها فيلم اه ممكن تجيلي فكرة من 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 حاجات بسيطة جدا وتبقى تركب عليها اشياء اخرى وتبقى مفيدة جدا تسحة تنزل تروح تطبقها على طول بالضبط على طول يعني اكتبها وارسمها واشتغل عليها سبحان الله حلو حلو الحلوة الحياة دي يا كابتن احمد اه طبعا اعطا جده بيشير من عليك برضو كثير من ضغوط الحياة هو الشارع عموما ده متنفس قوي جدا بالنسبة لي اه ان انا ما عنديش حتة بقى ان انا مش فاضي ان انا مثلا اتكلم على حد ولا اخش في الاشياء بتاعت العصر بتاعنا ده اللي هو يعني كله بيتقطع لحمه وتدي ضهرك بس للناس كده ف ماليش بقى في الحاجات دي خالص 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 يعني مستمتع بعيالي و وصحابي وشغلك انا عارف ان انت برضو ما ابتهداش في الشغل لا لا بقى اشكال مختلفة اه يعني دايما يعني ابتو ديتو بفكر على طول في الشغل وبفكر على طول في العالم كله من افريقيا واسيا وامريكا الجنوبية واللاتين عجبني عجبني يا كابتان احمد يعني اول ما قريت الخبر عجبني جدا فكرة انه كابتان احمد ناجي واحد من اساطير تدريب حراسة المرمى في مصر لما يبدأ يخش في فكرة انه ازاي بقى يطلع شباب يطلع حراس مرمى شباب لما قريت الخبر بتاع المهمة ان شاء الله لتكون جديدة لحضرتك في النادي الاهلي كمهمة اشراف على حراس مرمى شباب وبحسب معلوماتي انه هيبقى ان شاء الله مشروع كبير هل الخطوة دي ان شاء الله انت كنت مستنيها انت كنت شايفها انت كنت شايفها في هذه المرحلة انت بتتكلم في واحد مرة على فرق كبيرة ومنتخبات كبيرة وكل شيء كنت مستني بقى يبقى ليك دور اخر مع حراس مرمى شباب يعني صدقني لو قلتلك انه ده اهم مرحلة في حياتي لو نادي ان شاء الله ياخد القرار رسمي القرار رسمي ان شاء الله كمان حستمتع بالعمل مع اثنين من الناس اللي انا بحبهم جدا طبعا الكابتن خلت بيب وكابتن بدر راجل طبعا وحاسس ان دي فترة هتبقى في حياتي مهمة جدا لانه هو تحدي كبير جدا انه يعني تخطط او ت يعني كل الحاجات اللي انا شفتها في حياتي مثلا رحت اللامسية وعدت فيها فترة طوية بارشلونة طبعا طبعا وفي ايكسي وفي بلاد تانية كتير وفي لامينجو رحت في لامينجو برازيلة طبعا وقت طبيل وشفت قديه هم اويرنج جدا بكل تفاصيل الصناعة يعني احنا لسه برضو في موضوع الصناعة ده بنتكلم كلام بس ايوه مفيش خطوات لا ومجودات فردية زي ما حالك قلت كده لكن النادي الاهلي حقيقي بيفكر بشكل مختلف وفي تطوير بشكل دائم يعني انه المسألة تروح في السكة دي سكة انه يبقى في احتراف حقيقي هو موجود طبعا في النادي الاهلي لكن نحاول يبقى احسن مش عيب يعني نقول النادي الاهلي لو هو بيعمل الحلو فنقول انه يعمل الاحسن كمان فهي دي الفكرة وان شاء الله محتاجة شوية وقت طبعا يعني طبعا كل فكرة بتبقى بتخش حيز التنفيذ بتحتاج وقت شوية عشان يعني الانتاج بتاعها بقى يظهر بقى موجود اكبر يا كابتر احمد يعني انا تصور ان انت لما تشتغل يوميا مع حراس مرمى فريق مفهوم انت بتشتغل مع حراس مرمى كبار بخبراتك الكبيرة حتى بتتعامل معهم لكن انت هنا بتتعامل مع شباب يعني فكرة التكوين فكرة الادارة بتاعت المشروع دوت امور اصعب بكتير خلي بالك انا بدأت كده يعني انا عشر سنين في قطاع الناشئين في نادي الاهلي طبعا طبعا بس مع التطور يعني من تسعة وعين لألفين وانا في القطاع ويعني بأشرف ان انا يعني ساعدت ناس كتير يعني في القطاع امير عبد الحميد وفعوزي واحمد عدل عبد المنعم وشريف اكرامي ومحمد الشناي وكل دول كانوا في القطاع صحية يعني ويعني ما حصلش انه انه خمسة ستة سبعة حراس وغيرهم طبعا لعب بره النادي الاهلي كانوا موجودين في القطاع طبعا هدف كبير انه ان القطاع يعمل قاعدة كويسة وهو فعلا لو شفت برضو دلوقتي حاليا فيه طالع من القطاع خمات رائعة زي حمزة علاء وطبعا مصطفى شبير قبلهم ومصطفى مخلوف وحراس تاني المتخبات الشباب يعني القطاع شغاله بينتج فالمسئولية طبعا ان انت يعني يبقى الانتاج فيه وظهر ان شاء الله فيه كواليتي فيه التحديث للنظم التدريب للمدربين ايوه التحديث انا بس هاقف هنا بعد اذا الكابتنا احمد على فكرة انه هلقا زاكرت لاسماء هي فعلا اسماء بتشتغل مع منتخبات مصر المختلفة فقال dice اسماء بت اسماء معروفة دلوقتي حراس مرمى النادي الاهلي وغير النادي الاهلي انا بقى هنا مش هوافى عند النادي الاهلي انا هنا هوافى عند فكرة انه دايما يقول ان احنا عندنا حراس مرمى كويسين جدا على مستوى الدولي المصري وعلى مستوى منتخبات مصر المختلفة بس ما عندناش الحارس اللي يلعب في فريق أوروبي كبير اللي فريق عالمي إيه اللي نواقص اللي عندنا؟ برضو أنا بعاول على الماركتنج شوية يعني لو كان السوق تفتح بقدري وطبعا الحراس دي كانت تقدر جدا يعني أنا دايما مثلا أضرب مثلا بأبو بكر باري يعني ده حارس لما يتقارنش بحراس عندنا يعني أقل منهم كتير ده في الدور البلجيكي 10-12 سنة فلأ يعني وبعدين إحنا عندنا طبعا قافة لما حد ييجي يطلب مننا حاجة فنضرب بقى 5 مليون و7 مليون و10 مليون 100 مليون دولار في المغرب وتونس والجزائر وغانا والكاميرون والسنغال ومالي اللعبة دي بتطلعه 50 ألف دولار و60 ألف دولار لكن الإنكمب اللي جاي بعد كده بقى من يعني الرسيل بيبقى حاجة عظيمة جدا بلص إنه هو بيتكون في مناخ كبير ومناخ احترافي بس حاجة وبييجي منتخبات بلادهم بيبقى لسكوات مثلا في 100 لعيب محترف طبعا احنا 7-8 يا دوبك ده بشكل عام مش الحراس كمان لكن بيوصل على الحراس مثلا بشوف قلنا في الانتر بقى مع الكاميرون بشوف ياسين بونو مع المغرب بيلعب في قشبلايا بقى يعني ياسين بونو ده حكاية يعني بادو الزاكي قال إيه قال هيتطلع حارس حينسي الناس بادو الزاكي هو قال كده قال كده آه وهو ياسين بونو خطير خطير يعني بشوف بادو الزاكي بقى بعظمته بقى نسبة ياسين بونو كابتان رحمة دي الشيء بشير يسكر حلوة الدردشة دي ياسين بونو وقت كسر حتى مع قشبلايا يتقال عليه بن كسين يعني الحارس البارد هادي أوش هادي جدا ورغم كده هو متقلق ورائع لا خلي بالك ظبط معدلات التوتر ده من جزء من التدريب هاي يعني انت عشان تشوف الهدوء ده يبقى فيه شغل اتعامل كويس جدا عشان يبقى معدلات التوتر في مصارها الطبيعي لكن فيه حد بيبقى أوفر نيرف أو أندر نيرف يعني انفعلاته زي ده أو مش قد الحدث عسام الحضري كان بيكسر التانية أسطورة الأساطير وكان بيوترني وأوقف على الخط يعني شاولي وتحاجلين ده نتيجة وأنا بتوتر تمام لأنه عملنا مع عسام الحضري هو شخصية تانية خالص غير يسيب منوء رغم كده أو ده أسطورة أو ده أسطورة وإن عسام الحضري برضو عملنا مع تجربة احترافية جدا وجبنا له متخصص ممكن الكلام ده نقوله أول مرة في حياتي عد معه سنة أو سنتين عشان هو لما ادينا له الفايل بتاع الاختبار فقال الكلام كان محتاج أنه هو يعني بتحت إشراف علمي منظم متخصص نفسي يعني كافية التعامل عشان هي دايما الكلمة دي بتبقى يوكيين أكلناها عيب هو العيب للعالم كلهم عشان كده أنا قلتها بشكل أنا عاقب لا أنا واتنحترم مش مشكلة بس كل العيب للعاكريستانو ماشي ومخصص نفسي محمد صلاح وجب معنا نتيجة عظيمة يعني لأنه بعد كده كنا مثلا نوصل لضربات الترجيح كنت أنا حطت بطيخة صيفي لأنه الحضري حيفرت لأنه هادي صحي وبيقدر تطلع على الأكشنات بتاعته وهو متأمكن ومتحكم فيها صحي فلا حالة جبتك بتقول لي معلومة الأول مرة خليت نفهم كل اللي حصل في تاريخ حسام الحضري أنا عشت مع حسام الحضري مش حسام الحضري بس كل الحراس اللي أنا اشتغلت معه كل اللعيبة والحراس محتاجين كده وخيرا فعلي النادي الأهلي مؤخرا وجاب أخصائي نفسي مرة أخرى زي ما كان فيه أخصائي نفسي في الجازي اللي انت كنت موجود فيه طبعا دي حاجة لحد الوقت الناس بتحمل معنا عيب لا لا والعالم كله بيشتغل به أصلين انت كنت بحكي قريب وأنا في الرخصة ايه للدنسين طبعا كلهم مداربين عظامهم طبعا طبعا حراجة الوقت بلدي الرخصة ايه في الكاف في الكاف فقلت لهم أدون روبين ده اسم كبير طبعا طبعا من أعظم الأسامي اللي جات في تاريخ باير مونخ طبعا فده بماسك فريق 15 سنة في باير مونخ تحت 15 سنة شوف الاسم الكبير ده بس عنده 8 صاف والنادي نفهمه ان التمانية دول هم الأسازتك اللي هيعلموك و هيخلوك في مهنة التدريب دي تساوي حاجة صح و عشان احنا بنعدك تبقى مثلا نمرة 3 في اصطاف الفريق الأول بعد سنتين 3-4 تجهز ان انت ممكن تبقى نمرة 3 هم فبص التخطيط اللي هو يعني ده برضو حلقة كريمة 2 ثانية خالص اه ده واحد من أساطير الكورة روبين لو يروح يدرب فرعا داخل الشهر السنة عادي اه بس هو فاهم عايز يدرب الفريق الأول يعني انت ما تلاقيش حد يعني حاجات بسيطة جدا يعني ان تلاقي مثلا زيدان اشتغل في الريديف في البي تيم طبعا اشتغل مساعد لأنشلوتي طبعا وبعدين مسغ الفرق راول جونزاليس نفس الحكاية في الوقت الحالي راول جونزاليس بيدرب 17 سنة في ريال مدريد طبعا واللي فوق اي اللي بيدرب فرقة 20 المهم جدا يعني أنا مثلا حضرت تورنامينت في ايكس لا او في فينورد كل الأسامي الكبيرة اللي هي بقت يعني عشان اللعيب اللي انت بتمرد انت قدوة بالنسبة له فاهم أسامي كبيرة جدا 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 طبعا هم اللي ونفس الفكرة هي انه بيدرس وهو بيشتغل فبيكتسب خبرات ملعب وبيكتسب خبرات الاصطاف اللي معاه اللي هو مثلا واحد عن نوتريشن واحد عن الفيسيولوجي واحد سايكولوجي واحد اعداد بدني واحد محل الأداء بص انا بعد كم واحد تولي اصطاف تحت 15 سنة فهو ده يعني اللي احنا بنحاول ان شاء الله بإذن الله حيكون هدفنا يعني ان التطوير ده والاستعداد في الجنريشن الجديد اللي جاي هتبقى صعب يعني انا كنت بقول مثلا من 20 سنة بقول للمدربين ان المدرب اللي مش هيبقى شاطر ومن هيبقى مواكب للحداثة ولل كده حيتلفظوا المهنة المهنة هتلفظوا اه مش يبقى لي مكان فيها وده حاصل دلوقتي يعني ان شاء الله بإذن الله يكون شغلنا مع المدربين ومع الحراس وكابتن بدر برضو تجربة كبيرة جدا قبل ما يمشي وهو في الإمارات برضو عمل كسة ناجح عظيمة جدا كسة ناجح عظيمة جدا طيب خش بقى البطولة المحببة الى قلبك بطولة أفريقيا طبعا النادي النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله على وشك بإذن بإذن الله بإذن الله بإذن الله البطولة طبعا بساعات بتدينا مؤشرات ايوة للتوفيق اه فالنادي الاهلي مر بكل المؤشرات دي في البطولة دي اه زي يعني التوفيق يعني لعب يضيع بضرب الجزاكت ممكن تطلع عمل بطولة اه اه معطر الطائر اه يعني اشتغلت معطر الطائر اه سنتين في سموح اه ايه رأيك بالمناسبة يعني ايه رأيك اللي رابط فكرة إنجاز النادي الاهلي او وصوله لهذه المبحرة لا لا دي كرة القدم فيها كل حاجة ايوة لا لا خالص اه وهو التوفيق ده ما بيصادفش اللي اهله للبطولة عشان انقطر الطائر تبقى انت مش عارف حاجة مش عارف الناس دي بتتعب قد ايه وبتكتهد قد ايه والإدارة بتوفر المناخ المناسب للناس ازاي ومدرب رائع أنا بصراحة مواجه بسني عليه جدا 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 لأنه اعمل حاجات كانت مفروض تحصل من سنتين ثلاثة اربعة إنه التدوير يبقى ليه موعيد وإن اللعيبة كلها تحس إنه هما عناصر أساسية في السكواد وإن الناس كلها جاهزة بتجيب القندوزة ده من بعيد خلص تحطه أساسي ياسر يجي بعد ربيع ما تصابقى إنه ما فيش أي حاجة حصلت متولي نفس الحكاية منعم هاني بعد ما أكرم لقيته في حتة حلوة جدا يعني يعني عمل اقولك حاجة بس إنت اللي هتشهد فيها شهادة حق يعني تشتمي شوف أنا أنا بختال ألفوزي تشتمي فيه رائحة منو الجزي بس منو الجزي خد متسع من الوقت شوفت أنا أقولت إيه تشتمي رائحة أنا أقولتش إنه أبدا منو الجزي ولا يقرب منو الجزي لا 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 هو طبعا منو الجزي ناجحة عظم أصلا قبل ما يمسك النادي الأهلي هو مدرب كبير صح مدرب منتخبات وحط فرقته في يعني الترتيب التسع على العالم صح فهو مدرب كبير ومدرب هادي وريح وحلم وحتى انفعالاته ما فيهاش عن تريع يعني إنه هو إزاي العيب يعمل كده ده أنا لازم أجزوره وأتباحه وبتاع صح لا لا فيه تعاكل وفيه الشباب دول لازم تبقى عارف إنه انت تعملهم بحيس إنه إنه لو عمل خطأ فإنت بتغفر أو بتسامح أو بس بتعلمه وتعود معاه ولو حصل أو تكرر بتبقى مشكلة بقى طيب إيه بقى الحكاية بتاعت الأهلي اللي هو مثلا أو حرفيا بقى دي مش مشعرات يعني كل ما يقع تلاقيه قيم بيتير مش يوم على مهلو حتى يعني الأهلي يخسر من سان داونز من كم سنة خمسة تلاقيه بعدها بياخد بطلتين واربع عد يخسر الموسم دوت في دول المجموات خمسة تقولي الأهلي هيخش في مرحلة انهيار تلاقيه بعد كده بيكسب كل المباليات محلية وأفريقية إحنا خسرنا من الزراف السنغائي 3-0 طبعا مجموات لو فاكر طبعا وعادي جد وكملت وجينا من كاس العالم خسرنا من إسماعيل مجتب قائرة 3-0 صحيح لكن هو المناخ يعني احنا ما عندناش زوابع ما عندناش زعبيب ما عندناش لأ عندنا هدوء دائما أنا بكتبها على فيسبوك حتى إحنا كسبانين وإحنا مش كسبانين هدوء تركيز القادم أفضل إن شاء الله ده من تأكد فهو ده كل وقت يعني أنا بعد المطشة 5-2 ده كتبت النادي الأهلي حتى يتأهل وحيفوز بالبطول الناس كلها بقى إيه إزاي حالة تشاوم صورة بقى إزاي عشان أنا عارف المناخ عشته فيه إدارة هادية ومحترمة وناس بتفكر بإيجابية النادي الأهلي عمره ما فيه سلبية يعني ما تفكرش بسلبية يعني لو فيه فيه دورة كنا فرق 13 بنت واخدناه يعني عصلا أنت محاولات النجاح دي بتدي ستابلتي يعني بتدي اتزان بس أنا برضو بحاول أوصل بأمنا والله لازم أنا بقولك حتى بشغلي كإعلامي وانا لما أتغلب خمسة طبعا لو تتسكر بعد الماتش الخمسة ده هجوم جماهيلي على الإدارة وعلى الجهاز الفني واللعبين وزاي ما جيبتوش صفقات وزاي ما جيبتش مهاجم وفيه العبابش ما فهو التكمل في النادي والجهاز الفني ده اخترتوز هجوم ضغط ضغط نفسي كبير جدا على المنظومة بالكامل ورغب كده انت سابت هي دي هي دي هو ده اللي احنا يعني الأشيئين في النادي بيتعلموه من هم صغيرين وانا بفاكر الماتش الصفقسي اللي احنا تأهلنا فيه في كاس العالم احنا خلاص يعني خارجين من المسابعة الفين و ستة طبعا احنا تأهلنا في آخر دقيقة الفين و ستة طبعا انا قد جنب من المالذج جدا فلقيته بيقول كده زي المجانين اي بليف ان لست منت اي بليف ان لست منت انا واصلك في ديال الأخير هو بيقول كده اه فحتى الناس اللي النادي الأهلي بيختارها انها تبقى مسؤولة عن المسألة دي بتبقى نوعية بتفخ منك في مرة مرتين بتاع فده عادي طبعا لكن نوعية حتى المدربين واحد زي مالنجزين اما يبقى احنا خسريني خلاص والعيبة بتاع التونس بقى بتقول الجماهير ماتش صفاكس طبعا اخر دقيقة اه وهو عنده اعتقاد جامد جدا في انه والنادي الأهلي دايما يقوله ايه بلاس تسعين وحاجات مش بلاس تسعين لا اهي الروح كده انا حقاتل لحد اخر نفس ووفقت الحمد لله ما وفقتش هكمل في اللي جاي اي فهو انا دخلت النادي الأهلي عندي 17 سنة يعني لقبت في الناشئين فترة طويلة يعني 13 سنين في الناشئين فما كانش عندنا خيار يعني مدربنا يعني كابتن عوذينا الله ارحمه دكتور عمرو المجدد بن الساحب كابتن موفت الله ارحمه دكتور طه اسمعين بص الأسامي اللي تكوننا عليها عظيم دكتور إبراهيم شعلان الله ارحمه كابتن محمدين أسامي كبيرة جدا اللي كان في قطاعات الناشئين فتعلمنا كده تعلمنا انه انت بتقاتل لحد اخر لحظة وبعدين احساسك ان انت انت اللي احسن انت اللي افضل انت اللي بتتفوق انت اللي في النادي الأهلي النادي الأهلي ده كيان يعني حتى ما تلاقي كابتن محمود بيتكلم عن النادي الأهلي تلاقي يعني بقيت شخصيته هو خالص خالص وبقى بيتكلم عن الكيان بتكلم عن المبادئ بتكلم على يعني الحاجات اللي احنا تعلمنا في النادي الأهلي عظيم ده الأهلي بشكل عام برضو قفت مرة اللي فات بعد مباراة الأهلي والترجي عند محمد الشناوي محمد برضو محمد شناوي كابتن محمد الشناوي من اللعي بقى اللي تعرضت لكثير من الانتقادات في الفترات الأخيرة وعشان نبقى منصفين كان له بعض الأخطاء أكيد طبعا كان له بعض الأخطاء اللي يستحق عليها النبض طب أنا أسألك على أسامي في العالم دخية ما كانتش عنده أخطاء دخية كان عامل كارسة من كماتش حتى أنا دخلت كتابتا على تويتر قلت ايه بصمة باب من طاديخية كارسة عامل ما عملش أخطاء عامل بصة كورة للمهاجد كل الحراسة مانوين نوير قبل ما يتصاب كان عنده أخطاء بس أنت يعني عندك نسب في حراسة المرمى نسب في دراسات يعني لما الجيم يبقى هجومي ولما الجيم يبقى دفاعي يبقى في نسبة خطأ وردة فبتتحمل عادي وأنا كنت دايما أطلع دافع لأنه يعني مش عايزين نهد المعبد في واحد أحسن حرس مرمى في أفريقيا مش أحسن حرس مرمى في أفريقيا أحسن لاعب في أفريقيا أفضل لاعب أفريقيا محلي طبعا وواحد أنا ربيه وأنه عنده 13 سنة وعارف إمكانياته وعارف خدراته صحيح فكنت أطلع أتكلم وابقى كده فطبعا الناس تبقى مش مبسوطة مني حتى جماهير النادي الأهلي يعني فوق بعض الأوقات يعني وبعدين يعني هو اللعيب أصلا طول الوقت في منحنيات رسم بياني طالع رسم بياني ثابت رسم بياني نازل الجمهور دايما لا يتقبل هبوط مش هبوط أخطاء حراس المرمى لكن يتقبل أخطاء بقى زيب عيما يخطر حراس المرمى كده لأنه على مر العصور والحضر اللي ما داخلت من بالرجل ينفطش الإسماعيلي في حراس الحدو طبعا عادي جدا بس ده عنده رصيد رصيد عند الناس محمد الشناوي عنده رصيد محمد الشناوي دلوقتي يبقى عنده رصيد لا أنت بتتكلم في حارس عظيم جدا وحارس لسه عنده وقت كمان يبقى أنا بقى الجملة كنت لسه أكمل حرارتك أنه محمد الشناوي كمان استعاد عفاته يعني واحد تاني كان ممكن مع الضغط النفس دوت وإحساسه كمان أنه هو الجمهور ما قدرش اللي أنا كنت بعمله واندأنا عندي رصيد إزاي زعلوا مني وزاي يقوله البديل ينزل وزاي محمد الحالي بعدك حارس أساساً معمول له بطرات نفسية من زمان من كاس العالم وقبل كاس العالم إزاي يواجه الضغوط دي إزاي يبقى يعني عنده حتة يعني أنه هو مقتنع أنه ده عادي لأنه وصله ده مننا ومن مدربه دلوقتي طبعا ده برضو راجل بيشتغل كويس جدا ومدرب هاي لا سمعته جيد فهو يعني الحمد لله متجهز ومتحضر أن المسألة دي لازم يكون لها ردة فعلة إيجابي فهو عمل كده يعني عملش أكتر من كده إن شاء الله بإذن الله محمد الشناوي عنده إصابة دلوقتي في عضلة السمان وبإذن الله يلحق المباراة النهائية بس لو لا قدر الله لا قدر الله محمد الشناوي ملحقش المباراة النهائية فرصة كابتر أحمد ناجي وهو معانا يطمن الناس إن علي لطفي برضو حارس كويس ومستوى شبير حارس أنا عديت خمس حراس يعني كل واحد في منهم يعني دلوقتي طبعا إنه علي حيبقى يلعب هل علي دي أول مرة يتحط في الموقف ده لا ده كس عالم لعب صح أهلي وزمالك لعب وكان نجمها صح ده كل الحاجات دي بتبقى يعني دي كومنتري للعيب لما حيتعرض للموقف ده تاني وتبقى حاجة أساسية عند المدرب إنه يرجع له الشريط ده في المواقف اللي تحط فيها في يعني في الأوقات دي وعادي يعني أنت لعبت أهلي وزمالك وكان مطش يعني فيه ظروف حرجة جدا كان لازم من نادي الأهلي يعني يعمل نتيجة كاس العالم كان كل اللعيبة يعني حتى بتلعب مع ناس ما هيش هم الأساسيين وقديت ولقيت وتخطيت كل الأوقات الصعبة اللي انت تعرضت لها طيب يعني أنا مش علقان على علي خالص مش علقان علي أنا كنت باخده في المنتخبات وهو في إنبي يعني عنده تاريخ إن انت من أفضل الحراس إن قبل حتى ما تيجي النادي الأهلي زي ما كنت باخد بسيناه ووفيت روجيت ها هل علي لوتفي أصلا بشكل عامة كابتان أحمد محتاج نسبة مشاركاته بقى أكتر بس هيا هو قدر حراس المرمى كده حتى لو بنزام روتيشن يعني انت مش بحتاج تمام مفيهاش روتيشن حراس المرمى مش بقول مطش مطش ولا مطشين بمطشين بس علال نسبة مقوية إحنا مع مستر مانون كنا بنعمل إيه كنا بندي أمير الكاس كله معه دا لا أصوده بقى ناوله لآخر إنك تمانج الكسة بشكل معين كنا بنعمل كده عشان كمان كان من أزا كوميرشل وي يعني إنه يتقيرت في باترينة الإعارة أو البيع آه دي نقطة مهمة كمان يعني عشان الناس تشوفوا إنه قادر وكويس وما تيجي تطلب فيه مبلغ يبقى أنت عرضته صح فهي حتى في أوروبا كده يعني مثلا منشستر يونيت عنده كم حراس مرمى غير طبيعي صح حول العالم صح منهم تلاتة في الدور الإنجليزي يعني الرجل اللي قد تدوه من هاي الكاس ده ما هو بتاحهم صحيح صحيح فأنت عندك في الصناعة مفردات كتيرة إحنا ما بنفكرش فيها لسه أو يعني عندنا قصور فيها شوي ما بنحسبهاش إن أنا عندي مثلا 17-8 حراس كويسين جدا لكن الحرس حيلها بعشرين سنة فرصتهم في أنهم يبقوا موجودين مش كبيرة صح فلازم أفكر أفكار لدول أستفاد منهم أستثمر فيهم ولو أحد فيهم أنا أحتكتله زي ما بيحصل في فرق كبيرة فببعت هجيب حارس من بتوعي أو إذا كان الحارس اللي مش من بتوعي ده يستهل إنه يرجع بجيب حارس بس الحارس ده بيساهم في فلوسه صح أو حارسين تلاتة بيساهموا في الفلوس اللي حشتري بيها الحارس التاني يبقى استفاد يبقى استفاد طيب بيدعى محمد الشناوي حط محمد الشناوي كده على جنب الحراس اللي تحت محمد الشناوي اللي مفروض يبقوا موجودين في منتخب مصر عندهم مرحلة من الصعود والهبوط كثيرة جدا الفترة المضية يعني دلوقتي وأنا قادم أنا كريم مش قادر أقول مين التلاتة حراس مع محمد الشناوي هل حراك شايف مين التلاتة حراس اللي مع محمد الشناوي جاهزين دلوقتي أو أنا مش عايز أقول لك مين التلاتة حراس يعني يا مما دلوقتي لا حراك شايف مش عايز أقول لك أنا أشرح لك وجهة نظر يعني يمكن تكون شوية غريبة عليك أداء الحراس بيتأثر بالفترة اللي فيها السنة اللي هو إيه أنا بنافس على الهبوط فممكن يكون عندي أبقى حامل هامل مطشط شوية متوتر شوية مضبوط ما الزبط تمام أنا عايز أبقى عايز أبقى في المربع فبرضو عندي مسئولية كبيرة وممكن لو أنا مش شخصية قوية وكبيرة ممكن أتأثر وما يطلحش كل القدراتي فمين يفهم ده لكن إنت عارف إن عندنا مش أقل من عشر حراس يقدروا يلعبوا في المتخب حالتهم إيه دلوقتي ده تتبقى للظروف ملطبط بالفترة اللي هي بتاعت السنة تتبقى للظروف اللي هم فيها تمام صحيح ولكن فيه ناس بقى اللي هو الحارس الدولي اللي هو ما يتأثرش مفروض ما يتأثرش يعني مثلا عندنا شخصيات قوية جدا مثلا مع إن الهاني سليمان يعني مرحلة سنية كبيرة لكنه قوي جدا ما يتأثرش خالص بس كان بدايته في الموسم كان بداية عظيمة جدا حصل فيها شوية معليش يعني إحنا رأيك في محمود أبو السعود بالمناسبة جدا هايل جدا هايل عامل موسم كويس مع طريق كابتن طريق سليمان يعني عامل موسم رائع جدا برضو من الحارس اللي هي متخدمة في العمر بس في طبعا وفي أبو جبل وفي بعواد وفي محمد صبحي هايل طبع جاد لأ عندنا أسامة كتير أزعاجك قد إيه خبر شريف إكرامي بتاع المنشاط الخبر اللي هو ورّت فيه أو الحكاية اللي ورّت فيها شريف إكرامي أنا كنت متأكد إنه هو شريف شريف ده مخه كبير قوي يعني فيلسوف لعيبة الكورة صحيح فما كانش عندي شك إنه حيطلع عنه يعني حاجة يعني خارجة عن قراطته غير مقصودة غير مقصودة وده من دي وعن يعني لأنه إحنا يعني حتى كان برضو حد برضو حصلت له نفس المشكلة وبردو كان طالع إنه هو مش متعمد يعني صحيح صحيح كابتن أحمد العافل إنت مش محضر النهاردة الليوان ولا أي حاجة بس ينفع نختم بحاجة حلوة كده من الزاكرة آه لما يعني ده بقى يعني المسج للناس اللي اللي دايما اللي حياة شغلها قوي وإن طب يالي حيعملوا إيه لما أنا اتكل على الله وبتحكي لما يحفظك أبا أقول لهم يعني لما همشي أو أغيب بقولوا كان حبيب من قلوبنا كان قريب حتى لما كان يسيب كان يسيب من غير خصام كان يسيب بس في سلام قلبه كان زي الحليب لما همشي أو أغيب إيه وقعوا تنسوا الود بنا لما حاولنا وحلمنا كنا مش فاهمين فاهمنا كل مولود يوم يشيب إيه بقولوا كان حبيب من قلوبنا كان قريب قلبه كان زي الحليب الله يعكب تنعم لما همشي أو أغيب إيه بقولوا كان مسامح إيه بقولوا كان مصالح وفي كلامه ما كانش جارح لا القريب ولا الغريب إيه بقولوا كان حبيب من قلوبنا كان قريب حتى لما كان يسيب كان يسيب من غير خصام كان يسيب بس في سلام قلبه كان زي الحليب لما همشي أعظم أكب تنعم الله عليك كالعادة نورت وكالعادة شرفت وكالعادة الأعدة معاك حلو ما بحبش تخلص أبدا والله أنا كنت سعيد جدا وعارف أن أنت شاطر وبعدين الصابق اللي أنت عملته ده يعني أنا لو مدر منتخب هروح أوقف الرجل ده لا والله لا والله لأنه 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 ده طالع يعني في وقت ما عرفش أنت جيبته إزاي الحمد لله لأنه شاطرة منك لأ عدنا كمان زي منه أحمد عبدالعاد شاطر جدا ما شاء الله علي يعني بيمشي وراهم بيقضي هجيبكو هجيبكو فالمسألة يعني أنت دايما متميز يا ربي خلاك أنا بحب دايما لما ببقى أتسئل أسئلة ببقى مش ملان منها يعني أحيانا بتبقى أسئلة يعني نمطية وتبقى أسئلة المؤمن الأعداء مع حضرك هي أعداء بالدنيا كلها ربنا ديك الصحة كنت الأحمد أشكرك شكرا وانا بشكرا شكرا لسا الكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هشرفني الكابتن حازم ممدوح لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك وأيضا الكابتن حسين جمال محايل أداء الفني لفريق كورترياد بنادي الزمالك خليكم معا